دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بورل إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بيتسل إيل سموتريتش وإطمار بن غفير وقال بورل أنه بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين كما هو الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش التي تشكل تحريدا على ارتكاب جرائم حرب شكرا